قصة ريمة الراشد وأخوتها التي أبكت السعوديه كاملة بالتفصيل ما هي قصة ريمة الراشد وأخوتها التي أصبحت حديث السوشيال ميديا؟ حيث تعتبر قصة ريمة مناع من أكثر القصص التي تأثر بها الكثير وتولت ريمة دوراً بطولياً حيث قامت بإنقاذ إخوتها دون أن تفكر في حياتها المعرضة للخطر إليكم تفاصيل الحادثة رافقت ريمة الراشد عائلتها في رحلة إلى جبال الحسوى عندما وصلوا إلى قمة الجبل قرر الأب أن يترجل من السيارة ويحكم إيقافها للأسف بدأت السيارة في الانزلاق للخلف في تلك اللحظة قامت ريمة بإلقاء أخوتها الثلاثة من السيارة قبل أن تسقط من أعلى المنحدر وبسبب الحادث فارقت ريمة الحياة في حين نجى اثنان من إخوتها ويتواجد أخوها الثالث في وحدة العناية المركزة في يوم الأربعاء وقع حادث سير مأساوي راحت ضحيته الشاب ريمة الحادث وقع عندما سقطت السيارة التي كانت تحمل ريمة وأسرتها من أعلى منحدر في منطقة رجال ألمع في تمام الساعة الخامسة مساءً بعد أن نزل الأب من السيارة في أعلى منطقة جبال الحسوى بدأت السيارة في التراجع للخلف على الفور قامت ريمة بإلقاء أخوتها من السيارة قبل أن تنحدر السيارة إلى أسفل المنحدر وبالأسفل لاقت ريمة حتفها جراء السقوط قصة ريمة أثارت الحزن في قلوب المواطنين حيث أن ريمة بنت راشد فتاة سعودية تنبلغ من العمر 21 عاماً وتسكن مع العائلة في منطقة عسير بالرياض تخرجت حديثاً وكانت تتابع التدريب في مطار الملك خالد المتواجد في الرياض قبل أن تخرج في إجازة مع الأسرة وتلاقي حتفها